هذا هو الجزء الثاني من الطبق السادسي من أطباق مائدة القمر إنه طبق الخبز والمعجنات المالحة مضمون هذا الطبق الوعي إنه طبق الوعي لا أريد أن أعيد المقدمة التي بدأت بها في الحلقة الماضية لكنني قلت من أنني سأحدثكم عن وعي يرتبط بواقع حياتنا الشيعية وعن وعي يرتبط بواقع ديننا في الحلقة الماضية حدثتكم عن وعي يرتبط بواقع حياتنا الشيعية لكن بقيت بقية إنها الخلاصة التي أريد أن أضعها بين أيديكم كي أن تقل إلى حديثي عن وعينا لواقعنا الديني لا أريد أن أكرر الكلام المتقدمة في الحلقة الماضية لكنني أذكركم فقط بأن الوعي يلزمنا أن نعرف المناهج التي تحرك واقع حياتنا الشيعية وإلا فعلى سبيل المثال مثلا هذه التظاهرات التي خرجت في العراق ضد الصرخ لأنه قال ما قال بخصوص المراقد الشريفة هذه التظاهرات خرجت وفقا لبرنامج بال حمار فبالت أحمرة إنه برنامج زرائب الحمير فهم لا يعرفون من أن المنهج الذي عليه الصرخ هو هو المنهج الذي عليه أسستاني وقد مرت الحقائق والوثائق واضحة في الحلقة الماضية الفارق أن الصرخ كان صريحا بالنتائج التي وصل إليها من خلال المنهج النجفي من خلال المنهج الطوسي أما السستاني وأمثاله من المراجع الذين ماتوا أو من المراجع الأحياء أو من الذين سيأتون هؤلاء يتبعون برنامج التثويل المغناطيسي يضحكون على الشيعة في المساحة التي عوام الشيعة لا يطلعون على ما يتبنه هؤلاء المراجع هم في فسحة من أمرهم فيقولون ما يقولون في كتبهم في دروسهم في مجالسهم الخاصة في المساحة التي يطلع عوام الشيعة عليها فإنهم يتحدثون مثل ما يريد عوام الشيعة أعطيكم مثالاً عملياً قناة كربلاء الفضائية هي القناة الفضائية الرسمية للسستاني والسستانيون وحتى غير السستانيين في مختلف أنحاء العالم يقدسون هذه القناة لأنها تنتمي إلى الحسين من جهة وإن كان فكرها ليس حسينياً ما تنقله من بث مباشر من العتبة الحسينية وهي قناة المرجعية السستانية من جهة أخرى فهذه قناة الدين وقناة الشيعة هكذا يفترض وقناة المرجعية برنامج من برامجها عنوانه فصل الخطاب وإن كنت سأعنونه بعنوان آخر لكن ليس الآن فصل الخطاب عنوان من عنوين ثقافة العترة الطاهرة هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم إذن القناة قناة كربلة والبرنامج فصل الخطاب الذي يقدم البرنامج أخضير المدني هو الذي ينطق عن السستاني وهو الذي يبين فتاواه وآراءه في العتبة الحسينية وفي وسائل الإعلام هو الذي نشر فتوى التلقيح الصناعي وهو الذي يعلم الشيعة من أنهم إذا ذكروا عليا في صلاتهم فإن صلاتهم ستكون باطلة بحسب فتوى السستاني وغيره من المراجع الآخر أخضير المدني يقدم هذا البرنامج من جملة ما يعرض في هذا البرنامج هناك أنشودة عن المراجع عنوانها مراجعنا هذه الأنشودة كلماتها لشاعر شيعي من شعراء المنبر من الكويت عبدالله أبو حمد والرادود المنشد مرزى محمد الخياط أنشودة كلماتها لشاعر حسيني والذي ينشدها رادود حسيني أيضا وعبر قناة كربلا وفي برنامج عنوانه فصل الخطاب مأخوذ هذا العنوان من ثقافة العترة والذي يقدم البرنامج أخضير المدني أحد الناطقين عن المرجعية السيستانية في وسائل الإعلام ماذا يعرضون في هذا الفيديو في هذا المقطع وبشكل متكرر في حلقات هذا البرنامج يعرضون صورة للسيستاني يزور أمير المؤمنين في زيارة أمير المؤمنين يقف مصليا بجانب الشباك الشريف قطعا هذه الصورة انتشرت بين السيستاني علقوها في بيوته يقبلونها ويقولون انظروا انظروا إلى الإمام السيستاني وهو يزور جده أمير المؤمنين انظروا انظروا لكن الحقيقة أن صورة مزيفة هذا هو واقع الشيعة وواقع المرجعية السيستاني لو كان يقدس أمير المؤمنين حقيقة حقيقة أمير المؤمنين في جواره هو في جوار الأمير خطوات ويستطيع أن يصل إلى الحضرة الشريفة لماذا يحتاج إلى صورة مزيفة إلى صورة مزورة لأنه لا يزور الأمير لو زار الأمير لأخذوا له الصور الكثيرة قد يكون معذورا لكن ما هو عذره وقناته الرسمية في برنامج يقدمه ناطق من الناطقين عنه تعرض للشيعة صورة مزيفة مزورة على أن السيستانية يزور الأمير لو كان السيستانيون يقدسون الأمير لماذا يضحكون على أمير المؤمنين من أن السيستانية قد زاره ويضحكون على الشيعة لماذا هذا الكذب الحكاية من الآخر هؤلاء لا يعبؤون لا بالحضرة العلوية ولا بغيرها فهم نفسهم الذين ذهبوا إلى إياد علاوي وطلبوا منه تفجير الحضرة العمائم الشعية من أين خرجت خرجت من النجاف وهل تستطيع عمامة إن لم تكن قد أعطي لها الضوء الأخضر من السيستاني أن تتجرأ بهذا الكلام مع رئيس الوزراء ما هي القضية واضحة واضحة كالشمس في رائعة النهار هؤلاء هم السيستانيون الذين يصرون على نشر منهج الوائلي الوائلي الذي يريد أن يدفن سرداب الغيبة بيده ويريد أن يدفن المشاركين في المواكب الحسينية وهم أحياء في بالوعة مراحيط وهو الذي يقدس تراب الصحابة ويصنع الأعذار ويقنع الشيعة أن لا ينتقد الدرباش وهز الرؤوس في مجالس الصوفية وغيرها وهو الذي يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده وهو الذي يدوس بحذائه تربة الحسين لإقناع ناصبي من أبناء الزوان من أننا لا نقدس تربة الحسين ولا نعبدها والحكاية طويلة طويلة ما هو المنهج هو المنهج المهم أن يضحك على الشيعة المهم أن يضحك على الشيعة ولاحظوا ماذا يقولون في الأنشود عن المراجع يرفضون الخيانة يصنون الأمان أي أمان هذه التي صانوها وهم يزورون الحقائق كي يضحك على الشيعة في الفيديو نفسه يرفضون الخيانة يصنون الأمان يحفظون الديانة لحد يوم المنية في الحقيقة هم مو يرفضون الخيانة هم يعشقون الخيانة وميصنون الأمان أو لعبوا بالديانة لحد يوم المنية هذا هو واقع المرجعية في النجف رجاء اعرضوا لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب الذي يبث عبر قناة السيستاني قناة كربلة مرة ثانية أعيد البث كي يتأكد المشاهدون بأنفسهم رجاء اعرضوا لنا مقطعا من العنشود نور المصطفى ما يطفى هالنور سور الدين علي يبقى هالسور هو الله نبي في اللحاء وعلي الحام الحمي يشع بين البريا اجبين المرجعيا جبين المرجعيا يرفضون الخيانة يصنون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية لحد يوم المنية يرفضون الخيانة يصنون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية خلينا نشوف نشوف ذوله يرفضون الخيانة يصنون الأمانة خلينا نشوف عرض في الفيديو صورة للسيستاني وهو يصلي بجانب الشباك العلوي رجاء أن أعرض لنا الصورة التي عرضت في الفيديو هذه صورة السيستاني التي عرضت في الفيديو وهو قائم يصلي بجانب الشباك العلوي وهذه صورة مزيفة أعرض لنا الصورة الأوضح لهذه الصورة هذه النسخة الأوضح الأوضح لصورة السيستاني المزيفة والمزورة يمكنكم إذا ما دققتم النظر فهناك اختلاف في بقع الضوء والظلال ما بين الوجه وما بين اليدين البشر البشر مختلفة رجاء اعرضوا لنا الصورة الأصلية وهي صورة محمد باقر الحكيم هو الذي كان يصلي بجانب الشباك العلوي وما هو السيستاني رجاء اعرضوا لنا الصورة الأصلية لمحمد باقر الحكيم هذه هي الصورة الأصلية الذي يقف مصليا بجانب الشباك العلوي هو محمد باقر الحكيم وليس السيستاني رجاء اعرضوا لنا الصورتين معا لأجل ان يقارن المشاهدون بين الصورتين صورة باقر الحكيم هي الصورة الأصلية اما صورة السيستاني فهي صورة مزورة زورها السيستانيون وعرضوها في برنامج فصل الخطاب وفي قناة كربلاء ومع الانشودة التي تقول من انهم من ان المراجع يرفضون الخيانة لعد هذا شنو شي سمونه يصونون الامانة من جو يصونون الامانة من جو هؤلاء همهم ان يضحك على الشيعة هذا هو برنامج المرجعية السيستانية وهذا البرنامج ليس خاصا بالمرجعية السيستانية انه برنامج المرجعية الشيعية منذ ان اسسه الطوسي المشؤوم مرجعيته المشؤومة وحوزته المشؤومة في النجاف سنة اربعمائة وثمانية واربعين للهجرة وورث المرجعية المشؤومة من بعد موته من بعد موت الطوسي ولده الذي كان لا علم له ولا دين له وكان غاطسا في الفكر الناصبي إلى أذنيه ولذا يترضى عليه النواصب والمخالفون ويمدحونه ما هذه المرجعيات التي بدعامة أميه موجودة منذ بداية تأسيس حوزة النجف وإلى يومنا هذا رجاء اعرضوا لنا مرة أخرى الصورتين معا السستان والحكيم لأجل أن يدقق المشاهدون فيهما بعد عرض هاتين الصورتين اعرضوا لنا صورة السستان المزورة وبجانبها صورة السستان التي اقتطعوا منها رأسه ووضعوه على صورة جسد محمد باقر الحكيم هذه صورة السستان الأصلية وقد وضعت دائرة حمراء حول رأس السستان وكذلك بجانبها الصورة المزورة الصورة المزورة تشتمل على جسد محمد باقر الحكيم على جسمه وعلى الرأس المقتطع من صورة السستان هذه الصورة التي يضحك بها السستان على مقلديه من أنه يقف قائما مصليا عند الشباك العلوي الشريف هذا هو الواقع الشيعي رجاء اعرضوا لنا مقطع الانشودة التي تقول من أن المراجع يرفضون الخيانة يصنون الأمانة من جو اعرضوا لنا المقطع نور المصطفى ما يطفى هالنور سور الدين علي يبقى هالسور هو الله نبي وعلي حامل حمية يشعبين البريا جابين المرجعية جابين المرجعية يرفضون الخيانة يصنون الأمانة يحفقون الديانة لحن يوم المينية لحن يوم المينية شا تقولون أنتم يرفضون الخيانة ويصنون الأمانة من فوق من جو ما هو هذا واقع المرجعية السيستانية فأنا ما نقلت لكم عن قناة وهابية هذه قناة كربلاء قناة السيستاني وهذا البرنامج عنوانه فصل الخطاب في الحقيقة ما هو بفصل الخطاب فصل الخطاب من عناوين العترة الطاهرة ما هو من عناوين هذه المرجعية المخادعة هذا فصل الزراب اسمه ليس فصل الخطاب البرنامج عنوانه فصل الخطاب وفي الحقيقة هو فصل الزراب هذا لأنه يرتبط بالمرجعية هي المرجعية شئة غير هذا فصل الخطاب خاص بعلي وآل علي صلوات الله عليهم يا أبو الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم كما في زيارة الجامعة الكبيرة قناة كربلاء برنامج بعنوان فصل الخطاب مقدم البرنامج خضير المدني إنه أحد الناطقين في الإعلام عن المرجعية السيستانية أنشودة لشاعر حسيني ورادود حسيني تعظيم للمراجع من أنهم يرفضون الخيانة ويصنون الأمانة هذا ما الواحد يرقعهم زيج هنا زيج عراقي أم أصر لأن الفيديو يدل بنفسه على نفسه من أنهم خوش يرفضون الخيانة وخوش يصنون الأمانة وأمام أعينكم هذه الحقائق بين أيديكم هم لا يعبؤون لا بأهير المؤمنين ولا بالحضرة العلوية وإلا لو كانوا يعبؤون بالحضرة العلوية قضية الأمين العام السابق للعتبة العلوية المعمم إنه صاحب العمامة السوداء هذا الذي كان يزني بنساء موظفي العتبة العلوية وكانت الأخبار تصل بشكل دقيق إلى محمد رضا السستاني ويزني بالنساء في نفس البنايات التابعة للحضرة العلوية وجهاء النجف كانوا يضغطون على محمد رضا السستاني أن يعزل هذا الرجل لكنه يرفض لو كان يحترم الحضرة العلوية هل يترك زناء يزني بنساء موظفي في بنايات العتبة العلوية هل يتركه هم لا يعبؤون لا بالحضرة العلوية إلى أن ضغطوا عليه وهددوا محمد رضا السستاني من أنهم سيقتلون هذا الرجل وحينئذ ستكون الفضيحة مجلجلة مجلجلة وجاؤوه بالفيديو بفيديو فساده حينئذ عزله وبقي المكان فارغا لأنه كان راغبا في أن يعيده بقي المكان فارغا لمدة طويلة إلى أن عين أمين جديد هذا الرجل محمد رضا لو أنه يقدس الحضرة العلوية هل يصبر على ماجن زناء كهذا يكون أمينا عاما للعتبة العلوية يدير أمورها هم لا يعبؤون له بعليين ولا بالحضرة العلوية هم يريدون أن يضحكوا على الشيعة فإذا كان هذا الفيديو يوصلهم إلى هدفهم من أنهم يضحكون على الشيعة نعم سيصنعون هذا الفيديو ويقدمونه عبر برامجهم وعبر قناتهم الفضائية الرسمية ولو أنهم يرفضون ذلك لا اعترضوا عليه لا اعترضوا هم يريدون هذا هذا هو واقعهم وهذا هو واقع المرجعية الشيعية واقع المرجعية الشيعية في المساحة التي عوام الشيعة لا يطلعون عليها يفسدون ويفسدون على المستوى العقائدي والتفسير والفتواء والفكر والتدريس في المساحة التي عوام الشيعة يطلعون عليها يضحكون عليهم بهذا الفيديو وبسائر الأكاذيب التي يسطرها لشيعة الخطباء الحمير على المنابر فهؤلاء الخطباء الحمير ينهقون ليلهم ونهارهم في كرامات هؤلاء المراجع اللي يرفضون الخيانة ويصنون الأمانة من جو كما يشهد بذلك نتاجهم هذا هو نتاجهم هذه قناة كربلاء وهذا ناطق من الناطقين عنهم وهذا برنامجهم وهؤلاء الشعراء والرواديد في خدمة المرجعية وهذه الصور المزورة بين أيديكم كذبوني كذبوني ما هذه الحقائق واضحة جلية هذا هو أوضح مثال للواقع الشعي فكروا في هذه اللقطة في هذا المثال كثيرا فكروا كثيرا وعرفوا من أن برنامج المرجعية الطوسية في النجف هو البرنامج الديخي رجاء أتحفون بالوثيقة الديخية ما لدي أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل و اطمئن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلاق أتحفل خمسة قال لي مستعجب مش ده قلنا تركب يعني خلاقا أغميش ني 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 خلاقا أغميش ني 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 ديخ عربي ني 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 عبارته كنا و كلكم تعريبونا لأنه ما لتأجيب لأسمه عربي قال تركب مثل ما تركب نعم و لا ي دير لا مو علم إجمالي هذا الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة فهذا هو برنامج المرجعية الطوسية في النجف منذ زمان تأسيس المرجعية النجفية وتأسيس الحوزة النجفية سنة 448 للهجرة يتخذون من الشيعة حميرا ما هذا الفيديو وهذه الصورة المزيفة وهذا الإعلام السيستاني في قناة كربلاء أوضح مثال على التثويل والتجهيل والتضليل والاستحمار والتدييخ لقد حولوا الشيعة إلى كائنات ديخية يضحكون عليها المهم أن يضحك على الشيعة مثل ما يضحكون عليهم في قضية الأخماس الأموال في جيب الشيعي هي أموال صاحب الزمان ولا يجوز لها أن تستقر في جيب الشيعي يجب عليه أن يخرجها من جيبه لأنها أموال صاحب الزمان لكن إذا وصلت إلى جيب المرجع صارت أموالا مجهولة المالك كيف صارت كيف تحولت إنه الضحك على الشيعة الضحك على ذقونهم هذا هو الواقع الشيعي سابقا والآن وفيما سيأتي أنا لا أتوقع أن أكثر الشيعة سيخرجون من دخيتهم لا في أيامنا هذه ولا في الأيام القادمة لماذا؟ لأنهم لا يمتلكون وعيا الذي لا يمتلك وعيا لن يستطيع أن يميز الأمور ولا بد أن يكون الوعي بالمناهج المحركة وإلا فستبقى الشيعة حميرا يركب على ظهورها هذا المرجع أو ذاك المرجع وهذه هي الحقيقة الموجودة بيننا الآن أجدادنا آباؤنا ماتوا على هذا الحال وأكثر الناس في زماننا سيموتون على هذا الحال من هنا أدعوكم إلى تحصيل الوعي وأعتقد أن خناة القمر نافذة مهمة لإيصال الوعي إلى عقولكم وإلى قلوبكم والحديث في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة حديث في طبق الوعي هذا الطبق السادس الذي أقدمه لكم على مائدة القمر إنه طبق الوعي مضمونه الوعي وعي لواقع حياتنا الشيعية وأكتفي بالذي قدمته لكم في الحلقة الماضية وفيما ذكرته لكم من مثال في هذه الحلقة سأنتقل بكم إلى القسم الثاني من الوعي الذي أريد أن أحدثكم عنه وعي لواقعنا الديني نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سأواصل الحديث ترجمة نانسي